هذه المرأة جاءت كإنسانة صلاتها كانت بالنيابة عن ابنتها جاءت بحالة ملحة مستقتلة تعرفوا لو لا سمح الله عنها هاي الحالة ومرض مستعصي جدا جدا هل تبالي بأي كلمة حتى لو قالوا عني كلبه خنزيره ومين مكان طالما إنه الجواب آخذ الجواب من الرب يسوع المسيح الطاهر لكن لم يقصد هذا المسيح إهانة الشخصية على النقيد لما بتدرس سياق الحديث تكتشف شيء معاكس جدا إنه المسيح كان بيتكلم لجماعة تلميذ واليهود كان فكرتهم عن الأمم إنهم كلاب كلاب متوحشة كلاب الشوارع هيك كان يسموا الأممي نجس لأنه ما عندوش الشريعة لأنه كان بمارس عادات رديئة جدا منها مثل ما ذكرت الإباحية في العبادات والشزوز الجنسي لكن حبائي يسوع بيتعامل مع النفس البشرية لأنه عاوز يخلص في كلام يسوع عم بصحح تقليد التلاميذ عن الأمم هو أصلا لو المسيح يعني كان ما في دعي روح إلى منطقة الأمم الرباي اليهود بيعتبر نفسه بيتنجس لما بيتقابل مع امرأة يعني كان القول المأثور في تلك الأيام من الأفضل أن تحرق كلمات النموس من أن تعطى لامرأة فكان بالحارة امرأة سامرية ولا امرأة كنعانية لكن المسيح قضى وقت حتى يعطيها من هذه الكلمة ويتعلم درس لا ينتسى للجميع فإذن هنا كان جواب المرأة والكلاب أيضا تأكل من الفتاة التي تسقط من مائدة أربابها انبهر يسوع المسيح من هذا الإيمان عظيم إيمانك يا امرأة أخذت ما طلبت رجعت في تلك الساعة نفسها شفيت ابنتها وتحررت من الشيطان وتحررت من كل العدات التي كانت تمارسها وحصلت على السلام في القلب والشفاء من يسوع المسيح أحبائي هذا يسوع المسيح اللي بحب الجميع هذا يسوع المكتوب عنه على اسمه رجاء الأمم وأنا بدعوك اليوم إذا أنت مقيد مكبل بأي أرواح بأي نجاسات بأي شهوة بأي تعليم ضلة المسيح يقدر أن يحررك وأن يفتح عينيك وأن يعطيك فعلا الشفاء الكامل جسدا نفسا وروحا اشتركوا في القناة